السلام عليكم السيدكم بالخير للبنات كيراكم تزافا العيلة واش حواكم على الامتحانات على السيديام اللي عندها وليدتها راهم يفوتوا في الامتحانات على السيديام ربي يسهلهم ان شاء الله وينجحهم ويجيبوا معدل هايل في هات الامتحانات واللي راهم مقبلين على البيام والباكر ربي يسهلهم ان شاء الله اه توحشتكم اللبنات غبت عليكم شوية كيما كنت شوفوا الصوت التعيرها مبحوح كتعيان شوية وكان عندي عز أختي ربي يسهلها ويهنيها ويرزقها بالدرية الصالحة ان شاء الله ولعاقبة ان شاء الله اللبنات اللي ما زالوا متزوجوش بالزوج الصالح واللي ما عنداش الدرية ربي يرزقها بالدرية الصالحة ان شاء الله ما نطلوش عليكم اللبنات جيتكم بالكحك ولا البريوش كيفاش تسموه شوفوا وجا ما شاء الله مقطن وجا طوب دي طوب اه هاد الكحك اللبنات يجي اه فش فش وبمقادير مضبوطة ما تخافش منه ناجح مئة بالمئة تبعوا معي الوصفة حتى الاخير راح تنجحوا فيها ان شاء الله نبدأوا على بركة الله في تحضير هاد الكحك شاعلنا عنا كاس سكر كريستانيزي وزن الكاس هنا 220 ميلي لتز نزيد معا زوجو مغارف تاع الخميرة الخبز يكونوا بومبي نزيد معا هنا كاس حليب يكون دافي ما يكونش ساخن يخسرنا الخميرة وكاس تعتيزان اه عفوا كاس ونص تعتيزان كما كتوفوا انا غليت الماء وعبرت بها كاس ونص اللي فيها حبل حلاوة الخنجلين تروحوا عند العشاب يعطيكم الاحشاب الخاصة بالكحك يجيكم بنكاح ما شاء الله زيت معا هنا نص كاس تاع الزيت هنا الزيت مو حال تديرو كاس لبنا تديرو نص كاس في هاد العبر بس كوي خسرنا العجين تاعنا زيت معا ها باياد بيضة كيما كتوفوا انا هنا السافانس حقه والبياد من الرموش يزيدنا التراوة ويجينا نفش فش في هاد الكحك تاعنا زيت معا هنا لازاز تاع الشينا انا كان عندي في كونجولاتير وزيت معا لازاز تاع السيترون زيت كمية محتبرة من اللازاز تاع السيترون وتاع الشينا خلط هاد المكونات خليتهم يخمروا لي شوية وزيت معا هم مغير فا صغيرة تاع الجنجلين اللي هي قميحات ومغير فا صغيرة تاع حبة الحلاوة هادي اختيارية بما اني استعمت اللازاز هنا تنجموا وتستغنوا عنها مي تمديكم بنا هاي لا في هاد الكحك تاعكم فوالا هنا بعد ما خلطك هاد المكونات السائلة دفت لها لا فاغين تاعي بعد ما دلها قرصت على الملح ولا فاغين تاعي غربلتها لما العاجلات تاعي كيما كنتشاهدوا لبنات هنا لا فاغين تاعي لازم تكون تتلسق بهاذ الطريقة كيما كنتشوفو نتمنى الصورة تكون موضحة لازم تكون تتلسق بهاذ الطريقة هنا نعجلنها واحدة الـ 9 مينوت فقط ولكن عندكم العجل الكهربائي استعملوه من الاحسن هنا كيما كنتشوفو سبعة تيار ميت لازقو خليتها تخمل لي واحدة الربع ساعة حتى الـ 20 مينوت كيما كنتشوفو اختامرت لي وضاعف الحجم التاحة هنا ندي غازيها لبنات كيما كنتشوفو ونحطها في البلوند تخافي تاعي نستعين بلا فاغين ننصحكم لبنات ما تكترش لا فاغين هنية دلو كمية معتبرة باش تحكموا فقط في العجلة تاحكم نحكم هنا الكوبات تاعي ونقسمها الى كوريات كيما كنتشوفو الكوريات دلوها على وزن واحد ولا عينكم ميزانكم ولا تعافي رحوك باللي ما تدينهمش ميزان واحد استعيني بالميزان فوالا حطيت الكوريات اللولى كيما كنتشوفو انا هنه هذيه الطريقة تاعي نفتحها شوية بيدية فقط ولا بالحلين متستحقوش الحلين هنية وكيما كنتشوفو الصورة راي واضحة نطويح يجيني هنه مورق كيما ندينو البريوش لبنات انا هذيه الطريقة تاعي ونحلها نرققها شوية باش مجيني شخشينا بس كوني نعطوها الحق تحتها عالتخمر كيما كانوا ديرو جداتنا ومهاتنا ربي خليهم مننا بالميقص ولا بالسكين قوم هاد العملية نفتحهم بهات الطريقة بصح من الفتحات هادو لازم يكونوا باينين باش الحبة تاعكه تحتها جينا باينة طريقة تقليدية عادية وسهلة مهلة كيما كتشوفو اللبنات نوصل لهذا العملية بهذا الطريقة نستعيني نقول لكم بالسكين ولا بالميقص انا هندرت هنا لبلا تاعي دات لها بابي كويسون ودات الحبيبة تاعي خمروا لي مدة ربع ساعة يخملكم تمتم البنات بس كو ديجا كنا خمرناه تخمير اللولا جبت هنا السافر البيضة التاعي هنا بغيتو تضيفو لها البنات مغير فيها صغيرة على القهوة ولا الحليب لكم الاختيار انا اكتفيت بالبيضة فقط هنا ندهنها بالبنسو بهذا الطريقة لازم ندهنها مليح في هاد الكوتي باش تجينا غال احميران يجي باين وجي عندها امبال كولر فوالا نواصل هاد العملية وراني شاعدت لفوق تاعي على درجة حرارة ميتين انا هنا شاعدتها من فوق ومن تحت ونتوم على حسب الفوق تاعكم الملات فوالا كحكتانا شوفو كي جانا جانا ما شاء الله جا عندها امبال كولر كيما كتشوفو حبيبات دردرت عليهم شوية تاع الجلجلين وحبيبات خليتهم بهذا الطريقة ولا دردرت عليهم شوية تاع السكر كريستاليزي شوفو جام ما شاء الله هم فش فش جاك شغول مورة كيما البريوش لبنات طيب تهمل تحتو من فوق وهنا لبنات ننصحكم انكم متعسوه في طيب تاعكم بس كونك عارفين باللكحك يتابقكم ليه ليه من تحتها علقك لازم متعسوها نتمنى الوصفة التعليمي تكون نالتي اعجابكم متنساونيش بالاشتراك والجام